بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلاب العزاء في درس جديد مع كيميا ماذا الخلية درس الثاني في كيميا الخلية نبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين ما تفعله كل يوم هو ما يحدد مستقبلك ما تريده في حياتك هو ما يجب تحقيقه انهض الحياة لا تتوقف على أحد لا تستسلم يوجد هناك فرصة ثانية للنجاح لا بد أن تتعثر لتزداده اشراقا انضي فالإحباط ليس لك حل الواجب كان الحصة السابقة سؤال واحد فقط وكان ينص على ماذا فسر إذا تم تحديد مادة غير معروفة وجدت في النيزك ولا تحتوي على بقايا كربون فهل يستطيع العلماء استنتاج أن هناك حياة في النيزك؟ هل يستطيعون برأيك؟ لا طبعا لأن جميع أشكال الحياة المعروفة تحتوي على ماذا؟ على الكربون مراجعة لما سبق اكتب الحرف الذي يشير إلى الإجابة الصحيحة في الفراغ المخصص على يمين الأسئلة التالية يتميز المركب العضوي وركز معنا مركب عضوي وقلنا المركبات العضوية يجب أن تحتوي عنصر مهم جدا أي هذه العناصر؟ الكربون الهيدروجين ولا الأكسجين ولا الصوديوم؟ أحسنتم سميت أساسا الكيميا العضوية بمسمى وهي ماذا؟ وأنشئت لأجل هذا العنصر وهو ماذا؟ عنصر ماذا؟ الكربون أذكر ما المقصود بالبليميرات؟ أذكر ما المقصود بالبليميرات؟ ما هي البليميرات؟ حسنتم رائعين البليميرات هي عبارة عن جزيئات مكونة من وحدات هذه الوحدات متكررة تكون مركبات إما تكون نفس الشيء متشابه أو تكون قريبة التشابه من الوحدات الأساسية وتتبط بسلسلة من الروابط تكون ماذا؟ مشتركة الروابط تكون ماذا؟ روابط مشتركة تساهمية أذكر لماذا يمكن للكربون أن يكون مركبات متنوعه بأشكال مختلفة لماذا هذه الخاصية المميزة للكربون؟ ولماذا وضعت كيميا تسمى الكيميا العضوية بإسم وكانها تعتمد على أساس الكربون؟ لأن الكربون عبارة عن ذرة ماذا؟ كما قلنا اجتماعية ما معنى اجتماعية؟ أي أنها تستطيع ذرة كربون واحدة تكون أربع روابط مشتركة مع ذرات ماذا أخرى فبالتالي كونت لنا مركبات عديدة وكانت العنصر الأساسي في ماذا؟ في أعضاء الكائنات الحية وفي ماذا دروسنا التي سوف نأخذها فكرة العامة بشكل سريع أن الخلايا هي وحدة التركيب والوضيح في كل المخلوقات الحية ذكرنا عضياتها والآن ناخذ ماذا؟ المركبات الداخلة والتي تعتمدها في أداء عملها فكرة الرئيسية من درسنا اللي هو الكيميا العضوية تكون خلايا المخلوقات الحية من مركبات عضوية نلاحظ أن المركبات العضوية هي التي تأخذ من أعضاء الكائنات الحية يدخل في تركيبها ماذا؟ الكربون وهو أنصر يعتبر أساسي ولذلك بنيت لنا الكيميا ماذا؟ العضوية وأنشأت هذا الفرع من فروع العلوم ما هي الأهداف التي سوف نحققها؟ وحققنا الحصة اللي فاتت يصف دور الكربون في المخلوقات الحية وقلنا هو الأساس وأنشأت عليه ماذا؟ دراسات أيضا تكلمنا عن ماذا؟ نلخص المجموعة الأربع للجزيئات الحيوية الكبيرة ما هي المجموعات الأربع اللي ذكرناها في الحصة السابقة وسوف نعقد مقارنة في نهاية عندما ننتهي سوف نعقد مقارنة فيما بينها ما هي هذه المجموعات الأربع؟ حسنتم رائعين كربوهيدرات الدفون البروتينات والأحماض ماذا؟ والأحماض ماذا؟ النووية يقارن بين وضائف كل مجموعة من الجزيئات الحيوية الكبيرة يعني سوف نأخذ هذه الجزيئات الكبيرة ثم نعقد فيما بينها مقارنة بين جزيئات الأدق التي تتكون منها هذه البوليميرات سوف نفكتها ونعرف مما تتكون ونعقد فيما بين هذه البوليميرات ماذا؟ مقارنة نلخص أهمية الأنزيمات في المخلوقات الحية ودورها وهذا سوف نأخذ الحصة ماذا؟ القادمة بإذن الله مفردات كما قلنا سابقا الإنزيم وهو سوف نتعرف عليه في الحصة السابقة ودوره وطريقة عمله بروتين يسر من معدل التفاعلات الكيميائية تكلمنا عن الحصة السابقة عن الجزيئات الكبيرة ثم ذكرنا البوليميرات وقبل قليل عرفناها وقلنا أنها مكونة من البولي وهو العديد ومر وهو الجزيئات عديدة وقلنا أنها تتكون من جزيئات أصغر تسمى المونيميرات وهي أحادية ماذا؟ الجزيئات الحم الأميني الطاقة النشطة التنشيط المحافز الموقع التنشيط الحمض النووي النيوكليدات هذا بحول الله وقوتي سوف نأخذها في قسم البروتينات والنيوكليدات الكربوهايدرات اليوم درسنا عن أولى البوليميرات قلنا بوليميرات يعني مركبات عديدة تكون من جزيئات أصغر ووحدات أصغر لو جينا عندي الكربوهايدرات ولاحظنا المعادلة التي أمامنا أو العناصر التي أمامنا نستطيع أن نذكر ما هي مكونة الكربوهايدرات من هذه العناصر أو من هذه المعادلة وهذه تعتبر الوحدة الأساسية لماذا؟ لتكوين الكربوهايدرات فوحدة فقط تعطينا وحدة الكربوهيدرات وتجتمع هذه الوحدات الكربوهيدرات مع بعض لتعطينا البوليمر اللي هو الكربوهيدرات ونعرف الكربو ملخص الكربون والهيدرات ملخص ماذا؟ الماء فالكربوهيدرات هي الكربونات ماذا؟ مع الماء أو التذوب في ماذا؟ الماء أو تكون مركبات ماذا؟ مع الماء فهنا نلاحظ وجود عنصر الماء H2O ونلاحظ وجود عنصر الكربون فلو ذكرنا معادلة أو مكونات الكربوهيدرات لو رجعنا وقلنا أن الكربوهيدرات تتكون من كربون ومن جزئين كربون وجزئين أكسجين وجزئين من ماذا من الهيدروجين وبالتالي تكون صيغة موجودة فيها الماء وموجود فيها عنصر الكربون وهو أساسي لتكوين ماذا المركبات العضوية فالكربوهيدرات مبلمر ماذا عضوي فإذا عرفنا الكربوهيدرات عبارة عن مركب عضوي يحتوي ماذا الهيدروجين الماء وماذا وعنصر ماذا الكربون الوحدة الأساسية أو التركيب الأساسي له هو ماذا هو الكربون وجزئين من الكربون جزئين من الأكسجين وجزئين من ماذا الهيدروجين هذا بالنسبة لتركيب ماذا الكربوهيدرات تتكون من ذرة من كربون وذرتين هيدروجين وذرة من ماذا الأكسجين هذا بالنسبة لتركيبها وكما قلنا أن الكربوهيدرات تتكون من كربون ومن هيدرات ماء لذلك سميت الكربوهيدرات ربطت فيما بينها وتحل الكربوهيدرات في أوساط مائية وتوجد داخل الجسم في أماكن عديدة ولها مهام ووظائف كبيرة وذكرنا الحصة السابقة أن أهم نقطة للكربوهيدرات هي ماذا؟ أحسنتم إنتاج ماذا؟ الطاقة نلاحظ هنا الوحدة الأساسية للكربوهيدرات هي السكريات الأحادية اللي هو ماذا؟ الجلوكوز يعتبر الجلوكوز أكثر المركبات الموجودة في خلايا الكعنات الحية تقريبا بعد ماذا؟ سكر الريبوز الأحادي سكر الريبوز المنقوص للأكسجين اللي هو ماذا؟ مكون من خمس درات من كربون هنا عندنا تقريبا ست درات من الكربون في الجلوكوز سكر الريبوز يكون هو الأكثر ثم يليه ماذا؟ سكر ماذا؟ الجلوكوز اللي هو الوحدة الأساسية لماذا؟ للكربوهيدرات أيضا هل هناك سكريات أخرى؟ أيضا هناك سكرية أحادية تجتمعوا جزئين أو أقل من عشرين تقريبا تسمى سكريات البسيطة أو سكريات ماذا؟ الثنائية مثل عندنا سكر السكرز اللي مكون من جزئين من ماذا؟ من الجلوكوز أيضا لدينا ماذا؟ سكر ماذا؟ سكريات ماذا؟ عديدة أو كربوهيدرات عديدة وهذا يتكون من عدات كبيرة إما من الجلوكوز أو بالتبادل جلوكوز وماذا؟ من سكريات أخرى مثل الفركتوز وغيرها من السكريات والجالكتوز وهو سكر ماذا؟ الحليب الموجود في ماذا؟ في الحليب وهذا يكون غالبا عند الصغار الأطفال يكون موجود هذا السكر لأنه أكثر من يتناول هذا الحليب في ماذا؟ في الحليب ويكون يتطور عند الكبار وفي بعضهم يكون عندهم حساسية ضد هذا الجالكتوز اللي هو سكر ماذا؟ الحليب الأحادي كما قلنا السكريات البسيطة أو السكريات أثنائية وعندنا السكريات ماذا؟ العديدة الجليكوجين وأيضا عندنا سكريات أخرى تعتبر سكريات عديدة لو نتذكرها سابقا في التعريف السابقة وفي دراستنا السابقة مثل ماذا؟ أحدى هذه الجليكوجين هذا موجود في ماذا؟ ذكرناه سابقا أين يوجد الجليكوجين أو ذكره سابقا عندما أخذنا الهرمونات وقلنا أن الهرمونات تتحكم في ماذا؟ تنظيم ارتفاع السكر وانخفاضه وقلنا أن السكر الجليكوجين عندما يتجمع يتكون إلى جليكوجين وعندما يتفكك يتكون إلى ماذا؟ الجليكوجين فوحدات الجليكوجين هي ماذا؟ الوحدات الأساسية هي ماذا؟ الجليكوجين والجليكوجين يخزن ماذا في العضلات يفكت لحين الحاجة ماذا إليه هذا بالنسبة لماذا الكربوهيدار من أيضا من السكريات العديدة نوع من أنواع السكريات المهمة جدا الموجودة في جدر الخلايا مثل تكون جدر الخلايا من مركب ما هو أحسنتم السليلوز رائعين جدا يوجد في جدر الخلايا النباتية ويعطيها الصلابة ويعطيها الأطوال المحددة وهذا يعطيها خاصية أيضا الألياف الموجودة بها التي تساعد في عملية الحضب هذا بالنسبة للسكريات العديدة إذن قلنا الدليكوجين وقلنا السليلوز أيضا يوجد ماذا مركب يوجد في خلايا أو في جدر القشريات أو المفصليات أخذناها في السنة في الصف الأول المتوسط ما هو هذا المركب؟ قلنا هو عبارة عن مركب مرين يساعد على مرونة قاسي ومرين في نفس الوقت يساعد على حماية المفصليات ويوجد أيضا في جدر ماذا؟ الفطريات أحسنتم الكايتين إذن هو من المركبات عديدة تتسكر وقلنا أن الجلوكوز ممكن يخزن على تكل جليكوجين في العضلات أما في النبات كيف يخزن؟ أحسنتم على شكل ماذا نشأ هذا بالنسبة للكربوهيدرات إذن كربوهيدرات عبارة عن بوليميرات ماذا بوليميرات؟ أي مكونات تجمعات أو سلسلة من المركبات البسيطة التي تتجمع لدينا مركبات أكبر هذه البوليميرات تكون وحدات أساسية وحدات الكربوهيدرات هي ماذا؟ السكر الأحادي أو الجليكوز الجليكوز يجتمع إذن مع جليكوز أثنين أو أقل من سلين يكون ماذا السكريات البسيطة أو ثنائية مثل السكروز أيضا لدينا ماذا السكريات العديدة والتي تستخدم في ماذا؟ في الدفاع في الحماية تستخدم لوقت التخزين لوقت الحاجة فالتخزين عندنا جليكوجين وعندنا نشأ في النبات جليكوجين في عضاء الحيوان أو الكائناء أو الإنسان والنشأ في ماذا؟ في النبات من أيضا المركبات التي يساعد على الحماية الكايتين كما قلنا وماذا؟ السليولوز والجليكوزين أيضا يساعد ماذا؟ على الحماية ويستهلك ويستهلك ويستخرج منه ماذا؟ الطاقة مصدر أساسي من مصادر الطاقة للجسم الكربوهيدرات لدينا عدة أنواع منها وقلنا الكربوهيدرات تتكون من أحادية ثنائية وقلنا عديدة أقسام هذه بالنسبة أقسام الكربوهيدرات وأقسام السكريات نقول سكريات أحادية سكريات ثنائية سكريات عديدة لو أتينا على صيغة السكريات الأحادية هي السكر البسيط اللي هو ماذا؟ ست ذرات ماذا؟ من الكربون وقلنا أنه من السكرية الأحادية هناك الريبوز الريبوز سيكون هنا خمسة ذرات من الكربون لأنه يقال سكر منقوص الأكسجين ويكون عندنا منقوص الأكسجين أي هنا خمسة ذرات من الأكسجين وهو سكر يعتبر سكر أحادي وهو أكثر أنواع السكرية الموجودة في خلايا الكاعنات الحية يليه سكر الجيلوكوز ثنائية فتكون صيغة الكربون مضروبة في اثنين عديدة فتكون إن مفتوحة في أي رقم ممكن أن أضربه فيها فتعطينا شيء عديدة وسلسلة طويلة جدا من السكريات الأحادية من الأمثلة على السكريات الأحادية سكر العنب وهو سكر الجليكوز الثنائية مثال عليها سكر القصب والسركروز العديدة مثال على النشا مثال على الجليكوجين مثال عليها الكاينتين مثال عليها هذا السلولوس هذا بالنسبة لماذا أخسام ماذا السكريات ما هي وظيفة الكربوهيدرات ذكرناها قبل قليل ما هي وظيفة الكربوهيدرات جميل جدا مصدر غني جدا بالطاقة والحين مقابلين إن شاء الله على فصل الشتاء تكون تساعد ماذا في ماذا أعطاء الجسم طاقته مقابلين على الاختبارات ممكن نستعين بعض الكربوهيدرات تعطينا ماذا ماذا الطاقة وتعطينا الحرارة وتعطينا مثلا الدفع لكن لاجب الانتباه أن يعدم اكثار من هذه الماذا الكربوهيدرات لأنها قد سبحان الله نحن أمة وسطا كذلك الجسم متوسط في كل شيء إذا زاد كل شيء يزيد عن حده ينقلب إلى ضده فزيادة من هذه الأشياء ممكن ترجع بالضرر إلى جسم الكائن الحي أو الإنسان بحد ذات لماذا دائما نذكر الإنسان كلما تكلمنا عنها في دراساتنا لأن هذه الأشياء كلها التي نأخذها إنما وضعت وصخرت لماذا للإنسان فيجب مراعاة النعمة فيها والحفاظ عليها دعم للتراكيب الخلوية فيتكون من السيلوز وهو سكر عديد أيضا الكايتين والجليكوجين هذا بالنسبة لعملية الدعم إذن هذه وظيفة ماذا الكربويدرات لو أخذنا السؤال بهذا الشكل يعطينا ماذا قوم عدد الدرات في كل عنصة في الصيغة التالية لو أتتنا عنصر هنا الصيغة كانت هنا لأنها ما يبواضحة CH2 وكانت O وكان عندنا هنا وحنا قلنا الصيغة العامة إن فلو وضعنا أي رقم هنا رح نضربه في الأرقام الداخلية فلو كان هنا موجود أربعة فلو ضربنا لماذا جانا الكربون ستة لأن ضربنا أربعة ستة هنا الرقم ستة فلو ضربنا ستة في كربون طلع ستة ذرات كربون نضربه في H2 نضربه في اثنين ستة في اثنين فيقطعنا ستة ضرب اثنين فيعطينا اثنى عشر الأكسجين ستة ضرب واحد ضره واحدة من الأكسجين فيعطينا رقم ماذا ستة إذن ستة في واحد ستة ستة ضرب واحد فيعطينا بهذا الشكل المعادلة نسبة الكربون والهيدروجين والأكسجين واحد إلى اثنين إلى واحد هذه النسبة العامة للأعداد الرية الموجودة في الأسفل نوع الكربوهيدرات هنا إلى ستة ضرات كربون فنعتبر ماذا أحسنتهم سكر ماذا أحادي ماذا بسيط إذن بالنسبة هذه لو جثن معادلة أو صيغة في الاختبار ممكن نحل لها بهذه الطريقة الإن أي رقم إن يكون موجود بدل الإن يضرب في الأرقام الداخلية في الضرات الداخلية فيعطينا النتيجة ومن هنا نعرف هل هو سكر أحادي أم هو ثنائي أم هو ماذا عديد إذا وصلت ضرات الكربون إلى ستة فهنا نقول أنه أحادي إذا تجاوزتها فنعرف أنه ماذا من السكرية الثنائية أو ماذا العديد هذا بالنسبة لماذا للكربوهايدرات ننتقل منها لبوليمر الآخر أحسنتم رأي العلماء يعتبرون هذا النوع ليس من البوليميرات العديدة ولكن حجمه الكبير جعله يصنف من ضمن ماذا البوليميرات ما هو العنصر الأول والمصدر الأول من مصادر الطاقة أحسنتم اللي هو ماذا الدهون ماذا نريد أن نعرف عن الدهون نريد أن نعرف عن الدهون ماذا مما تتكون الدهون أول شيء مما تتكون الدهون ثم أو تركيبها كما أخذنا في الكربوهايدرات أخذنا التركيب نأخذ أيضا في الدهون لأن من الأهداف التي سوف نحققها أن نقارم بين التراكيب الأساسية لها أو الوحدات الأساسية لها إذن سوف نعرف عن ماذا عن الدهون ماذا التركيب سوف نأخذ أمثلة وسوف نتعرف على أنواع ماذا الدهون نبدأ بأول شيء التركي مما تتكون الدهون؟ مرت علينا سابقا كلمة دهون مما تتكون الدهون؟ ذكرناها عندما ذكرنا الغشاء اللازمي وقلنا أن هناك وحدات تأخذ وتوضع بدالها أحسنتم تتكون من الأحماض الدهنية ومن الجلسرول ويكون بنيتها بهذا الشكل جلسرول وترتبط به ثلاثة سلاسل من الأحماض الدهني يكون صورته بهذا الشكل الأمثلة ما هي أمثلة الدهون عندنا؟ من أمثلتها ثلاثة الجلسريت وهذا مركب يوجد في خلايا الكائنة الحياة يوجد أحيانا له مزيج إذا كان في وسط أحيانا يكون في درجة حرارة الغرفة العادية يكون سائل ويكون على شكل زيوت أحيانا يوجد على شكل ماذا؟ يكون ماذا صلب وهو حتى في درس الحرارة العادية فله ماذا؟ له تركيب أو له طريقة معينة في ماذا؟ في الوجود هو ثلاثة الجلسريت إضافة إلى أنه موجود في تركيب ماذا الخلوي وموجود في تركيب الكائنات الحياة الداخلية الكيوتكل أين مرت عليكم كلمة الكيوتكل؟ الكلمة هذه أين مرت؟ سابق رائعي جدا مرت علينا في تركيب الأوراق والطبقة الأنسجة النباتية عندما تكلمنا عن أنسجة خارجية وتكلمنا أنها تغطي البشرة من الأعلى طبقة ماذا؟ عبارة عن طبقة ماذا؟ دهنية شمعية تعمل على حماية ماذا؟ الأوراق من الخارج وتقلل من فقط الماء وهي عبارة عن ماذا؟ نوع من الأنواع ماذا؟ الدهون أيضا نوع من أنواع الدهون الشم وشم مثل الشم اللي موجود في ماذا؟ في خلايا النحل الذي يكون الحواجز في ماذا؟ في خلايا النحل هذا بالنسبة لبعض الأمثلة على الدهون إذن ماذا ذكرنا في الدهون؟ تكلمنا عن تركيبها الكربوهايدرات قلنا تركيبها الجليكوز الدهون تكلمنا عن شيئين يكونون تركيبها ما هي؟ أحماض دهنية وماذا؟ وجلسرون ذكرنا أمثلة على الكربوهايدرات ذكرنا أمثلة على ماذا؟ على الدهون ثلاثي الجلسريت الكيوتيكل وماذا؟ الشم نأتي إلى الأنواع ما هي أنواع الدهون؟ لدينا عدة أنواع من الدهون لدينا دهون مشبعة دهون غير مشبعة دهون مفسفرة ودهون ماذا سترويدات سترويدات هذه مرت علينا فين بالضبط راح نتكلم عنها أخذتها السنة اللي فاتت عندما تكلمنا عن الهرومونات بعضها ورح نتكلم عليها إن شاء الله هذه السنة في ماذا الدهون في قسم الدهون ننتقل إذن اتكلمنا عن الأنواع دهون غير مشبعة دهون مشبعة دهون مفسفرة وستريدات ورح نعرف الفروقات فيما بينها قراءة سريعة لما هو موجود أمامنا مقطع يوضح لنا الفروق بين الدهون المشبعة ولماذا سميت هذه مشبعة وللنسميت هذه الدهون غير مشبعة بشكل سريع ثم ننظر إلى المنظر هنا لنرحض ارتباط ماذا هذه الدهون وندخل في الدهون ماذا المفسفرة نبدأ قراءة سريعة نستنتج منها ماذا الفرق بين الدهون المشبعة وغير المشبعة من حيث التكيب وهذا المهارة قد مرت عليكم سابقا بالنسبة للفروق بين الدهون المشبعة وغير المشبعة وذكر فإن الذكرات تنفع المؤمنين قراءة سريعة جميل أيضا نلاحظ هنا في التراكيب للدهون المفسفرة وارتباطها نلاحظ هنا كأنها شخص له أرجل هذا ماذا الدهون ماذا المفسفرة ما يذكركم في موقع أخذناها فيها الدهون المفسفرة أين وجدت هذه النور وأين ذكرت أيضا نلاحظ الارتباطات ونلاحظ الروابط فيما بينها درات الكربون ونربطها باللي موجود عندنا أحسنتم رأي الأين إذا ننتقل قارن بين الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة من الناحية التركيبية لو نذكر من الناحية التركيبية يجب أن نلم بها من جميع النواحي أولا التركيب الكيميائي لها ثانيا ضرب بعض الأنثلة لها ثالثا حالتها في درجة حرارة الغرفة فنأخذ مثلا نبدأ بماذا؟ بعرض ماذا؟ الجدول بشكل سريع فنأخذ الدهون المشبعة من ناحية التركيب وضعها في درجة حرارة الغرفة وأيضا مثال على كل واحد دهون المشبعة ماذا نقصد بالمشبعة؟ نحن نعرف أن الدهون من المبلمرات ومن المركبات العضوية أي سوف تحتوي على درة ماذا؟ كربون وجدوا أن الدهون المشبعة تكون نحن نعرف أنها ترتبط بأربع روابط هذه الأربع روابط كلها مرتبطة بإعناصر أخرى فبالتالي يسمي الدهون ماذا؟ مشبعة إذن مرتبطة من الناحية العلوية من الجانبية ومن ماذا؟ من ناحية السفلية فبالتالي أصبح الدهون ماذا؟ مشبعة كيف يضعها في درجة حرارة الغرفة؟ وجدوا أنها ماذا؟ صلبة في درجة حرارة الغرفة يذكركم بماذا؟ لا تكثروا من الدهون لا تكثروا من هذا الشيء لا تكثروا من وضعه أحسنتم تتذكروا الزبدة تتذكروا الشحم هذه كلها من ماذا الدهون ماذا المشبعة وأمثلة على الدهون المشبعة إذن من ناحية تركيبية أن كل درات الكربون مرتبطة بروابط ثاني شيء أنه في درجة حرارة الغرفة تكون ماذا تكون صلبة في درجة حرارة الغرفة مثال عليها الزبدة وماذا والشحم دهون غير مشبعة ماذا نعني بدهون غير مشبعة نرجع للتركيب درات الكربون هنا نجد أن درات الكربون فيها واحدة منها تكون برابطة ماذا مزدوجة فما تكون كلها مرتبطة بماذا من جميع النواحي فتكون في إحداهما تكون في رابطة ماذا مزدوجة درات الكربون تكون إحدى روابطها تكون ماذا رابطة مزدوجة فبالتالي تكون ماذا دهون غير مشبعة وضعها في درجة حرارة الغرفة تكون في درجة حالة الغرفة سائلة مثل ماذا؟ مثال عليها الزيوت وغالبا الدهون المشبعة تكون الدهون الحيوانية والدهون غير المشبعة الدهون النباتية وغالبا ينصحون الأطباء بالابتعاد عن الدهون المشبعة ويعطونك فرصة لأخذ ماذا؟ الدهون غير المشبعة ولكن بكمية أيضا ماذا بسيطة إذن بالنسبة للتركيب التركيب في الدهون المشبعة رواض بين الذرات الكربون أحادية في غير المشبعة روابطها ماذا؟ سلسلة تكون ذرات الكربون سلسلة الحمض الدهني تكون ماذا؟ مزدوجة أو ثلائية في درجة حالة الغرفة الدهون المشبعة تكون سائلة والدهون الغير المشبعة تكون صلبة والمفروض يكون هنا ماذا؟ هنا العكس فتكون هنا صلبة وتكون هنا سائلة مثال عليها ماذا؟ الزيوت ومثال عليها هنا الشمع والزبدة فنلاحظ هنا الدهون ماذا المشبعة الزبدة والشحوم ونلاحظ هنا في الشم والشم ونلاحظ هنا ماذا الزيوت وغالبا النباتية مثل زيت الزيتون هذا بالنسبة لماذا للدهون الفرق بين الدهون مشبعة وغير ماذا المشبعة نأتي إلى الدهون المفسفرة مرت علينا في تركيب ماذا حسنتم في تركيب الغشاء ماذا البلازمي هي مسؤولة عن تركيب الغشاء الخلوي ووظيفته وأيضا الدهون كارهة للماء كما قلنا وهذا يعني أنها لا تذوب فيه وهذه الخاصية مهمة لأنها تسمح للدهون أن تعمل كحاجز في الأغشية ماذا الحيوي هذا أهم ما يميز الدهون المفسفرة أنها تدخل في الغشاء ماذا الخلوي أيضا نجي استرويدات ما هي استرويدات وأين مرت علينا مرت علينا أحسنتم في الهرمونات أيضا في ماذا الكولسترول احسنتم من أهم استرويدات الكولسترول والهرمونات أيضا أن الكولسترول يعد نقطة البداية في إنتاج دهون ضرورية أخرى ومنها فيطمين دال وهرمونات الاستوروجين والتستيرون الاستوروجين والتستيرون هرمونات ماذا جنسية وهي تدخل إلى الخلية لأنها تدخل بدون ناقل إلى داخل الخلية فالهرمونات تكون السرودات عبارة تدخل في تركيب الهرمونات خاصة الهرمونات الجنسية تدخل في تركيب فيتامين دال منها الكوليسترول والذي تحتاجه الخلايا تحتاجه جسم الكائن الحي بكمية تكون بسيطة ففي هناك كوليسترول حميد وهناك كوليسترول سيء اللي هو يؤث ويسبب الجلطات في الجهاز الدوراني في الجسم هذا بالنسبة لأستريد التقويم سريع سنت لماذا يعد وجود كميات قليلة من الدهون أمر ضروري للتغذية الصحة لماذا؟ لأن الدهون مهمة في إنتاج الطاقة تقيم بعض المركات الجسم مثل الغشاء اللي يلازمون هرمونات الجنسية هذا بالنسبة أهمية الدهون فكل شيء زي ما قلنا نأخذه باعتدال وبحكمة هذه نعم والله سبحانه وتعالى أطانا هي لذلك يجب الاعتدال حتى في استخدامها الجسم يحتاج إلى هذه المكونات الخارجية قد تنقص داخلنا فبالتالي نأخذها من ماذا؟ من الخارج الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أعطانا هذه النعم لكي ماذا؟ نستفيد منها ولا نفرط فيها لا تفريطة ولا إفراد هنا لعبة سريعة ممكن نلعبها بشكل سريع أسئلة سريعة ممكن توضح لنا من أهم هذه الأسئلة الكوليسترول مهم في ماذا؟ في بناء العضلات ولا الغشاء البلازمي ولا نمو والخلايا الدم أحسنتم في الغشاء البلازمي نأتي إلى السؤال الثاني ما هو السؤال الثاني؟ الصيغة العامة للكربوهايدرات ما هي؟ CH CH2O ولا H2C أحسنتم CH2 السؤال الثالث من الأمثلة على الدهون الغير مشبعة الزبدة ولا السمن ولا زيت الزيتون ولا الشحم أحسنتم زيت الزيتون رائعي جدا جدا جميل جدا هذا بالنسبة لماذا؟ مراجعة سريعة لدرس اليوم ننتقل منها إلى الواجب صفحة 110 السؤال رقم 7 فسر وجود الكليسترول مهم في الجسم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه أسدعكم الله الذي لا تضيع ودعه